مرحبا يا قوم معكم مفتاح هذه المرة أحضرت لكم واحد من أحصل المايكات الاقتصادية على الإطلاق يعني إذا تفكر تفتح قناة أو أن شخص مهتم بالستريم والبثوث وتبحث عن مايك اقتصادي المايك هذا جبار جدا لهذا الغرض لأنه فعلا يستحق كل دولار من سعره لكن ورغم كل ذلك المايك فيه إيجابيات وسلبيات وأكيد سنذكرها كلها في المقطع أولا سعر المايك حوالي 50 دولار في متجرهم الرسمي على موقع علي إكسبرس مع تقييمات ومبيعات عالية لكن سعر الشحن مرتفع قليلا حوالي 20 دولار لذلك يجب عليك أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار وصلني المايك بهذا الشكل وهذا شكل العلبة تأتي باللول الأسود والأحمر علبة عادية وبتغليف عادي أول شيء معنا كتيبات الإرشادات يشرح فيها طريقة الاستخدام وغيرها عادة ما أنقم على كتيبات الإرشادات في كثير من المنتجات لكنها تعتبر مفيدة في بعض الحالات قاعدة معدنية للمايك قطرها حوالي 12 سنتيمتر ثقيلا نسبيا وهذا جيد لثبات المايك وجودتها ممتازة جدا وأيضا تحتوي على مادة مططية في الأسفل تساعد على الثبات أكثر وأيضا جيدة لمقاومة الخدوش على الطاولة كابل تايب سي طوله حوالي مترين جيد جدا الأمر هذا مفيد جدا إذا كان المايك بعيد عن البي سي ويأتي بطرفين واحد اي والآخر سي بعض المايكات المشهورة إلى الآن لم تستخدم التايب سي رغم أنه منفذ رائج حاليا وهذا شكل المايك شكل احترافي نوعا ما يشبه كثيرا مايك الشور الشهير SM7P أو سمحب كما أحب أن أسميه ومن الجميل أن وزن المايك خفيف نوعا ما صراحة أحب المايكات الخفيفة خصوصا إذا أنت تستخدم ستاند اقتصادي فمثلا مايك السامسون C01U Pro المايك الأساسي عندي في القناة يشكل وزن ثقيل جدا على ستاند وبما أن وزن المايك خفيف توقع أن المنتج مصنوع من البلاستيك فعلا جودة تصنيع متوسطة لكن الأمر هذا مش مهم كثيرا بالنسبة للمايكات أما حامل المايك مصنوع من المعدن أمر جيد جدا لكن إجباري أن يكون من المعدن صراحة أما من الأمام لدينا زر لإيقاف تسجيل يعمل بمجرد لمس ويعتبر أفضل بكثير من وجود الأزرار اللون الأخضر يشير إلى أن المايك يلتقط الصوت أما اللون الأحمر يشير إلى توقف المايك عن التسجيل وكل هذا يكون بمجرد لمسة فقط من الخلف نجد دايل لتغيير مستوى الصوت في حال استخدام سماعة خارجية مع دايل فوقه لتغيير حساسية المايك أو الجين يمكن ضبط الحساسية من خلال إعدادات لكن يعتبر استخدام دايل أسهل وأفضل بكثير فمن الجيد وجودها ومن الأعلى لدينا زر للتحكم في الار جي بي أيضا يعمل باللمس إذا ضغط على الزر باستمرار تشتغل الإضاءة وأيضا يمكن تغيير اللون لكي يتناسق مع الثيم الخاص بك صراحة شكل المايك جميل جدا مع الار جي بي بالنسبة لي اللون الأزرق يعتبر أفضل خيار لكن أنا شخص لا أحب الار جي بي لذلك سأقوم بإطفاء الإضاءة من الأعلى لدينا بوب فلتر لتنقية الصوت ضروري جدا في المايكات الديناميكية بحكم أنها تكون قريبة جدا من الفم والصراحة تعتبر أفضل بكثير من البالونات الهوائية المزعجة لتأخذ مساحة كبيرة وأيضا أداءها سيئ جدا أما من حيث المداخل لدينا وصلة XLR لربط المايك بميكسر خارجي الميكسر يعتبر احترافي أكثر ويعطي نتائج أفضل بكثير لكن غير عملي لأغلب المستخدمين لكن في الحقيقة تعتبر إضافة رهيبة جدا في مايك اقتصادي ومن الطبيعي وجود منفذ تايب سي لربط المايك بالبي سي أو الكونسول وحتى اللابتوب وأخيرا منفذ جاك 3.5 لربط سماعة خارجية والهدف من ذلك هو مراقبة الصوت أثناء التسجيل وليس هذا فقط من نستطيع ربط المايك بالكاميرا أو الهاتف مباشرة لكن بشرط أن يكون المايك مشبوك بكابل USB وأكيد سنحتاج كابل جاك 3.5 في هذه الحالة أما الآن خلونا مع التجارب وصراحة الأمر هذا مش ضروري كثيرا لأن كل المقطع كان مسجل بصوت هذا المايك كل الأصوات كانت خام مباشرة بدون تعديل أو إضافة أي فلاتر لكن رغم ذلك هذه التجربة لصوت المايك مع بعض الأبيات الشارية يقول ملك الشعراء أحمد شوقي بنوا أمية للأنباء ما فتحوا وللأحاديث ما سادوا وما دانوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم فهل سألت سرير الغرب ما كانوا علينك الشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان لولا دمشق لما كانت طليطلة ولا زهت ببني العباس بغداد وبالمناسبة طليطلة هي إحدى عواصم الأندلس فعلا صوت المايك قوي جدا رغم أني لم أسمع إلى الآن كتبونا في التعليقات هل تحسنت جودة الصوت أم لا علما أني كنت أستخدم من قبل مايك السامسون سي زيرو وانيو برو هل وجدتم فرق يستاهل أم لا يريد تكتبونا في التعليقات أما الآن هذه مقارنة بسيطة بين مايك الفاي فاين ام ايت وبين مايك السامسون سي زيرو وانيو برو علما أن المقارنة ليست منطقية كثيرا لأن المايك هذا ديناميكي والمايك الآخر من نوع كوندنسر والفرق بينهم بدون تعقيدات أن مايكات الكوندنسر حساسيتها أعلى يعني حتى لو كان الصوت مخفض كثيرا تستطيع التقاطه الأمر هذا جيد لكن سلبي في نفس الوقت لأن في هذه الحالة سيلتقط المايك نويز أكثر مثل الأصوات الخارجية وأصوات المراوح وغيرها الأمر هذا سيء جدا خاصة في حالة البثوث والستريم لذلك أغلب أصحاب البثوث يفضلوا المايكات الديناميكية 123 تست 123 تست 123 تست هذه تجربة لصوت مايك فيفين م8 123 تست 123 تست 123 تست هذه تجربة لصوت مايك سامسون سي زيرو وانيو برو وصراحة بدون تفكير صوت مايك الفايفين م8 أفضل بكثير وكل الأصوات كانت بدون تعديل أو إضافة أي فلاتر يعني شبكت كابل اليو اس بي وسجلت مباشرة أما الآن هذه تجربة بسيطة لعزل الضوضاء رفعت مراوح كرت شاشة وأعدت نفس الاختبار 123 تست 123 تست 123 تست هذه تجربة لعزل الضوضاء في مايك فيفين م8 123 تست 123 تست 123 تست هذه تجربة لعزل الضوضاء في مايك سامسون سي زيرو وانيو برو صراحة مايك ممتاز من كل النواحي وبكل ثقة يستحق العلامة الكاملة إلا أن فيه بعض السلبيات أو شيء واحد فقط وهو سعر الشحن المرتفع قليلا لكن رغم كل ذلك يبقى سعره رخيص جدا جدا في البداية كنت أعتقد أني سأصادف بعض السلبيات لكن مايك هذا فعلا استثمار وبثمن رخيص جدا بالنسبة للمواصفات التي يقدمها لأن فيه كل شيء يحتاج المستخدم صوت نقي وعزل الضوضاء بدون استخدام أي برامج أو فلاتر شكل جميل جدا ودون أن ننسى أن وزنه خفيف فإذا تفكر تبدأ على يوتيوب أو أنت شخص مهتم بالجيمينج والبثوث أنصحك بشدة بهذا المايك لأنه فعلا يحقق قيمة كبيرة جدا مقابل السعر إذا أعجبكم المغضى أعطونا لايك واشتراك كان معكم صديق مفتاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته